شكرا أحمد الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك تحركا كبيرا من الدولة لتيسير الخدمات للمواطنين جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء من مجمع السويس الطبي عقب تفقده عددا من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظات السويس وأكد مدبولي سعي الدولة لتطوير عدد من المناطق السكنية التي حدث لها تهالك شديد منذ عقود وفيما يتعلق بمنظومة التأمين الصحي الشامل شدد رئيس الوزراء على أن مجمع السويس الطبي يندرج تحت مظلة المنظومة على أن يقدم خدماته في محافظات الإقليم وأشر أيضا مدبولي إلى تطلوعه لافتتاح المجمع الطبي خلال النصف الأول من العام القادم مشددا على توجهات الرئيس السيسي بتغطية منظومة التأمين الطبي أو الصحي الشامل لجميع ربوع الجمهورية خلال عشر سنوات في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة تم تنظيم قوافل طبية وبيطرية في محافظتي المنوفية وقناء وضمت القوافل تخصصات طبية متعددة كالباطنة والعظام والجلدية وتم أيضا الكشف والصرف العلاق بالمجانة وذلك ضمن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموية قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وفدا رفيع المستوى سيتوجه إلى الصين في متابعة للمحادثات التي أجرها الرئيس جو بايدن مع نظيره الصيني شي جين بينج والتحضير أيضا لزيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكين إلى الصين أوائل العام المقبل يأتي الإعلان في عقاب تصرحات لمسؤول كبير في البيت الأبيض مفادها أن الصين ترغب في علاقات مستقرة مع الولايات المتحدة على المدى القصير وقالت الوزارة في بيان إن مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق آسيا والمحيط الهادي وكبيرة مسؤول مجلس الأمن القومي لشؤون الصين وتايوان سيتوجهان إلى الصين وكوريا الجنوبية واليابان في الفترة من اليوم وحتى الرابع عشر من ديسمبر قال الرئيس السربي أليكساندر فوتشيتش إن بلاده ستطلب من قوات حفظ السلام التابعة لحلف شمال الأطلنطي أن تسمح لها بنشر جيشها وشرطتها في كوسوفو وقال الرئيس السربي في مؤتمر صحفي في بلغراد إنه سيقدم الطلبة في خطاب إلى قائد قوات حفظ السلام التابعة للحلف في كوسوفو وجاءت تصريحات فوتشيتش بعد سلسلة من الحوادث بين السلطات في كوسوفو والصرب الذين يشكلون غالبية السكان في شمال كوسوفو وستكون هذه أول مرة تطلب فيها بلغراد نشر قوات في كوسوفو بمجاب بنود قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أنها حربا استمرت بين عامي 1998 و 1999 وتدخل فيها الحلف ضد سربيا لحماية كوسوفو أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زلنيسكي أن أكثر من مليون ونصف المليون شخص باتوا محرومين من الطيار الكهربائي في مدينة أوديسا بجنوب أوكرانيا في أعقاب هجوم ليلي بطائرات مسيرة روسية من جهتها حذرت هيئة الطاقة في المنطقة من أن إصلاح الأضرار بعد الهجوم قد يستغرق أسابيع وربما يصل إلى ثلاثة أشهر وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية أن الوضع في أوديسا لا يزال صعبا لكنه تحت السيطرة أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين تسجيل 10.815 إصابة جديدة بفيروس كرونا من بينها 2338 إصابة مصحوبة بأعراض هذا ولم يتم تسجيل حالة وفاة جديدة ليظل العدل الإتمالي للوفيات ثابتا عند 5.235 وفاة حقق المنتخب المغربي مفاجأة مدوية بالتأهل إلى الدور النصف النهائي لكأس العالم في إنجاز هو الأول من نوعه لمنتخب عربي وإفريقي بعد فوزه على البرتغال بهدف نظيف وفي مواجهة أخرى من الدور الربع النهائي تأهل منتخب فرنسا لنصف النهائي بعد فوزه على نظيره الإنجليزي بهدفين مقابل هدف وسجل ثنائية فرنسا لكوليمين شاوميني وأوليفيا جيرو بينما جاء هدف منتخب الأسود الثلاثة الوحيد عن طريق هاريكان بهذا الانتصار ضرب منتخب الديوك الفرنسية موعدا مع أسود الأطلس في الدور نصف النهائي مشاهدينا انتهى مجزء الثامنة وعود الاستكمال باقي فقرات صباح الخرية مصر بعد الفاصل